توترات وأزمات متلاحقة يمر بها العراق بعد إعلان نتائج الانتخابات التي شهدت مقاطعة واسعة من الشعب العراقي لتفرز مزيدا من الفوضى الأمنية والصراعات المسلحة وفقا للمركز الفرنسي للأبحاث الذي أكد أن لا نظام ديمقراطيا حقيقيا في العراق حيث اعتادت الأحزاب على تقاسم السلطة وفق نهج محاصصاتي طوال العقدين الماضيين المتحدث باسم ميليشيا حزب الله أبو علي العسكري قال إن أياما عصيبة تنتظر العراق وذلك على خلفية الخلاف بين الإطار التنسيقي ومقتد الصدر ما يهدد بإشعال فتيل حرب أهلية وإدخال العراق بموجة من التفجيرات والهجمات الذي يذهب ضحيتها الأبرياء كقرابين للكتل السياسية لا سيما تلك التي وجدت نفسها خالية الوفاض لتشكل ما يسمى بالإطار التنسيقي الذي يجمع العديد من الأحزاب فضلا عن تحالف الفتح الموالي لإيران والذي تنضوي تحته ميليشيات الحجد حيث صرح أحد قياديه بنقل المعركة إلى الشارع في حال أصر مقتد الصدر على تشكيل حكومة لا تتوافق مع طموحاتهم وفقا لوكالة رويترز الأحزاب بميليشياتها المتعددة غير مستعدة لقبول الهزيمة وخسارة مكاسب ومصالح تهدد وجودها إلا أن ثم تخيارات أخرى ترجح تدخل إيران وأمريكا لإجبار وكلائهما داخل العملية السياسية في بغداد لإنهاء الخلافات بدلا من الدخول في حرب مفتوحة تهدد مصالح طهران وواشنطن بحسب المركز الفرنسي للأبحاث فيما أشار موقع المونتر إلى أن العراق يتأرجح من أزمة إلى أخرى منذ سنوات حيث تقوم الميليشيات الموالية لإيران بإنشاء دولة داخل دولة ونقل الموقع عن صحفيين وإعلاميين نقل مخاوفهم من استمرار المحاصصة الطائفية وتشكيل حكومة توافقية خاضعة لإيران دون تحقيق المطالب الشعبية في التخلص من الميليشيات المسلحة والفساد الحكومي العراق ما زال يعاني من غياب الاستقرار منذ سنوات وفقا لصحيفة لو أورينت الفرنسية وهو ما تسبب بهروب الاستثمارات وتفاقم الأزمات بالتزام مع تعاضم نفوذ الميليشيات المسلحة إلى مستويات خطيرة ويكشف عن حقيقة الأحزاب الحاكمة التي تهدد بالحرب الأهلية مع أول خسارة لجزء من مصالحها وسط تغييب تام لمؤسسات القضاء التي أصبحت جزءا من منظومة الفساد السياسي